ومن النادي الأهلي وآخر أخبار النادي الأهلي نروح مع حضراتكم لنادي الزمالك نادي الزمالك الإجراءات فيه أو فيه ما يخص الصفقات الجديدة فيه أكتر من اسم قاربين جدا للتواجد فيه نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاي أبرز اسمين ممكن يكون نادي الزمالك قريب جدا من التوصل الاتفاق معاهم هما نبيل دونجا لعب خط وسط الهوفدفندر واللي كان قريب جدا من الانضمام لنادي الزمالك فيه فترات سابقة ومرانا عطية اللي ظهر بشكل جاي جدا مع نادي الاتحاد السكنداري خلال الفترة اللي فاتت واللي تقلق حتى في ماتش الاتحاد والزمالك فيه الدوري المصري الممتاز وكبقى فيه كلام كتير عليه وممكن يدخل فيه صفقة تبادلية ان نادي الزمالك يبقي على شبانة ومحمد عبدالسلام ضمن صفوف نادي الاتحاد والعلاقات ما بين ادارتين ناديين سواء الزمالك او الاتحاد علاقة جيدة ممكن تسمح باتمام هذا التعاقد كمان نبيل عماد دونجا بالتأكيد هو العيب مهم جدا في سكواد فريق بيرامدز ولكن الفترة الاخيرة في الدوري الموسم اللي فات كان تكيس جونياس المدير الفني لفريق بيرامدز مش بيعتمد عليه بشكل كبير والحقيقة ان برضو المنافسة مع بلاتي تورير الرجل ده واحد من افضل الصفقات اللي جات الدوري المصري والاندي المصري خلال فترة اللي فاتت واحد من اجمد اللعيبة اللي موجودين مع ولد الكارتي فالاتنين بيبقى صعب او ان حد يقعدهم عشان كده ممكن دونجا يكون شايف ان فرصه يكون اكبر في نادي الزمالك الاسمين دول قاربين جدا من الانضمام لنادي الزمالك كمان في مصطفى الزناري مدافع طلع الجيش احتمال يكون موجود او من الاسماء اللي بيتطلع عليها مسؤول نادي الزمالك فيما يخص صفقات او الاسماء اللي مطروحة لشغل مركز الجناح بقت اقل اهمية دلوقتي بالنسبة للمسؤول نادي الزمالك بعد تجديد عقد احمد مصطفى زيزو احمد سيد زيزو بقى متطلبات جزوالدو فريرا الفترة اللي جاية وطلباته الفترة اللي جاية اكتر في المهاجم فعشان كده اكتر مركز مسؤول نادي الزمالك مركزين عليه الفترة اللي جاية لاستقدامه لصفوف نادي الزمالك هو مركز المهاجم ده اكتر مركز فيه تركيز خلال الفترة اللي جاية مع الاسماء اللي انا قلت لحضراتكم عليها سواء دونجا سواء مروان عطية لعب نادي الاتحاد او مصطفى الزناري لعب او مدافع الاتحاد السكندري انا اسف مدافع طلع الجيش انا اسف مروان عطية لعب او 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 مروان عطية لع